اهلا بكم في قناة تعلم معنا وكل سنة وانتو طيبين واحنا النهاردة هنعمل لكم طريقة عمل البلح وازاي بتعملو تشربوه على الفطار احنا عندنا طريقتين بس احنا الاول خلينا وريكم البلح بتاعنا اللي احنا جايبين وده البلح طري اللي انتو شايفينه ده وفي ناس بتاخد البلح الناشف انا كنت بس اعمل البلح الناشف طبعا احنا البلح الناشف انت بتفتحي بتاخد النوا بتاعه وتطلعي وبعد كده انت بتخسليه وبتحطيه في المية تنقعي وبعد كده تغليه وبعد كده تحط السكر اللي انت عايزيه ده اول حاجة الحاجة التانية ان انا بجيب معي لبن زي ما احنا شايفين ادي اللبن بتاعنا وهاجيب معي مية وهاجيب بلح كم بلح اللي احنا عايزينها العدد اللي انت عايزيها تحطيه انا ساعة احط ثلاثة وساعة احط خمسة يعني برحتك على حسب العيلة اللي عندك وبحط المية بتاعتي بزودها طبعا بنبتدي نحط المية بنزود ليه انا عملتها قبل كده بلبن بس فاطلع تقيلة لكن لما بزودها مية وحط البلح بتاعي بعد كده بطلع طبعا النوا وبحط البلح وبعد كده بعد روف الخلاط وبعد كده بيطلع معي والله بيطلع فعلا طعمه زي العصير الاصب يعني ولا محتاج سكر ولا حاجة والله على حسب الرغبة في ناس عايزة بتحب الحاجات مسكرة جدا عايزة تحط سكر حطي بس انا ما نصحكيش تحطي سكر في كل حاجة كتير كده يعني حاول انك انت سهر رمضان ده انت بتعملي منه حاجات كتير بتغضي بقى كنافة وقطايف وبسبوسة كل حاجة ده حتى في العيد ان انت ما بتستطيعونيش برضه عن نبس كويت والكعكم بتفور والحاجات دي كلها والمكرمشين فانا لا انصحك ان انت عشان الفطار وعشان المعدة تبقى خفيفة وتبقى كويسة لازم البلح بتاعنا وعلى فكرة في ناس بتنقعهم بالليل في اللبن المياه واللبن لان اللبن تقيل هنبتدي دلوقتي هنطلع البلح بعد كده هنروح نضربه في الخلاط بصوا انا هنا بقى صفيته صفيته لازم يتصفى جماعة في المصفى عشان خاطر التكتلات اللي فيه والله حابة تكليد حطي بلح اللي هو يعني تقسمينه الصين بقى الطاري دوت او النيشف وتحطي فيها لو نشف هتنقعيه لو مش نشفه يبقى طاري ممكن تحطيه جواه وتكليل لو انت حبه على حسب الرغبة طبعا انا هنا صفيته تمام وهبتدي دلوقتي هحطه في الكوباية بصوا ادي بعد ما احنا حطناه طبعا صفناه وحطناه دي اهم حكا شخطة لما تشربه يبقى صافي بالنسبالك حابة تحط فيه بلح عادي البلح الطاري لو عندك البلح النيشف ما عندكش الطاري دوت انت تقدري تحطيه تنقعي من بالليل تفتحي بالنص تطلعي النوى وتنقعي حابة تغليه وتشربه على كده يعني البلح وتحطيه في المية وتحط فيه سكر ماشي انا كنت باشربه كده بس ده بصراحة بالنسبالي افضل احنا بنحط يعتبر نص كوباية صغيرة من اللبن وعليها مية لان انا لما حطيت اللبن كانت قيل لوحده تمام انا حطيت عليه مية وبعد كده حطيت البلح بتاعي لو عندك عزومة او نايس كتير او العدد الليلة ما شاء الله هيبقى اكبر تحطي كمية البلح اللي انت عايزها فيها وتعملها في الخلاط انا عشان يعتبر احنا كم فرد يعني بنحط سبعة بنحط خمسة يعني بنحط كده في الخلاط يعني وعلى حسب انت حابة تحط سكر حطي برح بص بطعمه بيبقى عامل زي العصير الاصب بيبقى جميل جدا هتلاقوا معانا مزيد من الفيديوهات هتلاقوا مزيد من الفيديوهات في قوائم التشغيل زي ما احنا شايفين فانوس رمضان اللي هو من الورق الملون ومن الكارتون وعمل حامل مصحف وعمل اعادة تدور للقماش وهتلاقوا حاجات كتيرة جدا زي بنعمل لحاف من الاصائيس ازاي بنعمل اعادة تدور للاشواء مرة تانية ازاي بنزين كاسات العروسة ازاي بنزين المطبخ والنيش والبيت والصفرة ازاي بنعمل حاجات كتيرة جدا واكلات موفرة في البيت وبنعمل الجبنة بنفسنا وازاي بنعمل حاجات كتيرة في البيت مزيد من الفيديوهات. شكرا لكم في قناة تعلم معينا.